أعلن رئيس مجلس الوزراء مصافى مدبولي أن الخطة العامة التي كانت موجودة على مستوى الجمهورية لتخفيف الأحمال ستنتهي اعتبار من الأحد المقبل وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي عقب اكتمال حكومة أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتقليل موضوع تخفيف الأحمال بعد فترة الصيف مشيرا إلى انتهاء مشكلة الكهرباء بشكل كامل بالنهاية العام الجاري إن شاء الله اعتبارا من يوم الأحد القادم اللي هو يوم 21 هنوقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها في فترة الصيف يعني لغاية منتصف سبتمبر إن شاء الله وده بيأتي مع ان احنا زي ما وعدنا بإذن الله على نهاية العام نكون أنهينا الأزمة بالكامل في مستوى الجمهورية كلها ولكن احنا اللي أنا بقول لحضراتكم وبوعد بيه المواطن المصري إن احنا حنبقى شغالين على قدم وساق على مدار هذه الفترة إزاي إن احنا نقلل تماما من بعد شهور الصيف إزاي إن احنا نقلل كمان من موضوع تخفيف الأحمال لغاية ما نحلها بالكامل قبل نهاية العام